مزيد ينضم معنا من طهران مراسلنا ياسر مسعود وكذلك من الواقشوت مراسلنا محمد ممين وأيضا من الرباط مراسلنا كريم القرقوري أهلا بكم في هذه الحلقة نبدأ من طهران إذن ياسر معك إذن ننتظر الخطوة الثانية من خطة التباعد الاجتماعي بالنسبة للإجراءات السارية في إيران كيف تبدو هذه الإجراءات وكيف تبدو معها الأرقام والإحصاد سرمد بالطبع أعلن عن أن هذه الخطوة الثانية وهي من ضمن خطة التباعد الاجتماعي التي فرضتها البلاد منذ نحو شهر ستبدأ بعد أسبوع الخطوة الثانية ولكن لم يعلن حتى الساعة عن تفاصيلها بالدقة كل ما جاء على لسان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي هو أن الخطوة الثانية ستتضمن فسح المجال أمام بعض عودة المهن وتحديدا الخدمية منها بالإضافة إلى بعض المراكز التعليمية وأيضا فيما يتعلق بمجالات ثقافية أخرى هذا على صعيد ما جاء على لسان النمكي هذا يبدو يعتمد أيضا على مدى تجاوب الإيرانيين ومدى الأرقام التي ستعلن خلال الأيام القادمة حيث أن يبدو وزارة الصحة اعتمدت على التقارير التي تصل إلى اللجنة العليا لمكافحة الكورونا والتي كما ذكرها روحاني اليوم من أنها تقول بأن نسبة تفشي الفيروس في كل المحافظات الإيرانية ومنها العاصمة بدأت تأخذ منحا تنازليا هذا أيضا يعتمد على أعداد المتوافدين إلى المستشفيات وعلى نسبة الرصد الأولي لمن يعاني من أعراض مشابهة لفيروس كورونا هذا في طهران أما ننتقل إلى نواكشوت حيث مراسلنا محمد ممين محمد ما هي آخر المعلومات حول تطور فيروس كورونا سرمد لحد الساعة لم تسجل سوى ست إصابات هذه الإصابات تم تماثل حالتين منها للشفاء وهناك حالة وفاة واحدة السلطات تكثف من إجراءاتها الاحترازية وتكثف كذلك من استعداداتها من بين تلك الاستعدادات وتسلم موريتانيا من الصين ليلة البارحة مركزا للأمراض المعدية هذا المركز يتسع لنحو خمسين سريرا وبذلك ترتبع الطاقة الاستيعابية للمستشفى الوطني أكبر مستشفيات البلد من ستة عشر سريرا إلى ستة وستين سريرا هذه المعدات وصلت من الصين من بينها معدات البحص قالت الوزارة أن ظروف نقلها تسببت في إتلافها موريتانيا أعلنت كذلك أو تم كشف خطة لسلطات الموريتانية حول مواجهة كورونا هذه الخطة تتوقع أن يصل عدد المصابين مع منتصف هذا الشهر إلى ألف مصاب وأعلنت موريتانيا بموجب هذه الخطة أنها بصدد تأهيل ألف سرير داخل الأحياء السكنية الجامعية وتوقعت كذلك أن يصل عدد المصابين في منتصف الشهر القادم إلى عشرة آلاف مصاب عندها ستضطر موريتانيا بحسب الخطة إلى أن يكون العلاج الحالات المستعصية داخل المستشفيات أما الباقون فستتم معالجتهم في البيوت هذا في الواكشوت ماذا عن الرباط كريم نعم صرمت بلغة الأرقام فإن عدد الإصابات لازال يحقق تراجعا فبعدما بلغت دروتها يوم السبت الماضي بمئة وأربعة حالة سجلت تراجعا يوم السبت إلى ستة وسبعين ثم يوم الاثنين أقول تمانية وستين ثم اليوم تم تسجيل أربعين حالة وفق ما صرح به مدير الأوبئة بوزارة الصحة المغربية منذ قليل يرتفع إجمالي الإصابات إلى ستمائة واثنين وأربعين اليوم كذلك صرمت تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي المتوفين إلى سبعة وثلاثين فيما عدد المتعافين ظل مستقرا في أربعة وعشرين حالة الحالة الوبائية بالرغم من هذا التراجع فإنها لا تبعت على الإثمئنان مع تواجد أزيد من خمسة ألاف شخص خالطوا ستمائة واثنين وأربعين الحالة المسجلة لحد الساعة طاقم التلفزيون العربي زار اليوم مختبر التحليلات بالمعهد الوطني لأصحة بمدينة أرباط التقينا عدد من المسؤولين هناك من بينهم مدير المعهد الذي أكد لنا بأن المعهد اليوم بات يتوصل بأزيد من أربعة ومائة عيين لأشخاص المجتمع بإصابتهم بوباء كورونا هذا عدد كبير بالتالي فإن هذا التراجع يبقى مشوبا بالحضر مدير المعهد والمسؤولين لكذلك أكدوا بأن الاختبارات السريعة سوف لن يعمل بها في المغرب بنظر لعدم فعالياته وبأن السلطات الصحية المغربية ستقيم مختبرات بالإضافة إلى مختبر المعهد الوطني ومختبر المستشفى العسكري ومختبر باستور بالدرب ستقيم مختبرات بمختلف المستشفيات العمومية المغربية كريم القرقوري مرسولنا من رباط شكرا جزيلا لك معاشكر من طهران مرسولنا ياسر مسعود ومن الواقشوت مرسولنا محمد ممين شكرا لكم